في قلب تضاريس وعر في جبال جرجر الشامخة تقع قمة أزر نطهور وهي عصية على قاصدها إلا من خلال ممر صعب في القمة بني المسجد الأعلى ذو القبة الخضراء وهو مكان ضيق للصلاة لا يحتوي على أي أثاث يغطي جدرانه البيضاء المنخورة بثقوب تضاء فيها الشموع يأتي زوار المسجد من منطقة القبائل وكذلك من العاصمة الجزائر يسيرون في قافلة تضم ألاف الأشخاص يتوافدون في الجمعة الأولى من شهر آب أغسطس وما زالت زيارة الزوايا وقبور أولياء الله الصالحين لطلب المساعدة من العادات المتجذرة في الجزائر رغم الحرب التي يشنها أتباع التيار السلفي على مثل هذه العادات على اعتبار أن الإنسان لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله كان هناك وليا صالحا صعد إلى قمة أزر نطهور لم يكن هناك ساعة في ذاك الوقت ولكن كان في فترة الظهيرة وقام لصلاة الظهر فتوفي قبل أن يتمها ومنذ ذلك الحين بحسب الحكاية المتوارثة أصبح هذا المكان مزارا للقرى المجاورة وعمت بركته الأرجاء المحيطة إذ إن الموت أثناء الصلاة ينظر إليه كعلامة من علامات الصلاح والبشرة بدخول الجنة وفي سفح الجبل نصب بعض الشيوخ خيمة يستقبلون فيها الرواد لطلب الدعاء أنا آتي إلى هنا منذ أن كان عمري عشرين عاما في أول مرة طلبت زوجا ثم أولادا ثم لم أعد أطلب سوى السلامة وأكثرية الزوار هم من النساء اللواتية صعدن القمة العجيبة ومنها ينادين أولادهن المهاجرين إلى ما وراء البحار وفي اعتقادهن أن صوتهن وصل إلا أن بعض الشباب المجتمعين في أفواج صغيرة لزيارة الموقع لا يؤمنون بهذه الحكايات بل يضعونها في إطار الخرافات لكن ذلك لا يعني أن يتجنبوا هذا المكان ولا يزوروه شكرا